أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه وفق على قبول طلبات خمسة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السادس والعشرين من شهر فبراير القادم المقبل وذلك لاختيار خليفة لرئيس المستقيل والموقوف السويسري سيبراتر المرشحون الخمسة الذين اعتمدتهم اللجنة الانتخابية للفيفا هم الأمير الأردني علي بن الحسين والشيخ البحرين سلمان بمبراهيم الخليفة والفرنسي جيروم شامفان والسويسري جياني انفانتينو وجنوب افريقي توكيو سيكسويل من جهة أخرى لم توافق اللجنة الانتخابية على طلب ترشيح ليبري موسا بيليتي لعدم توفر معايير النزاهة المطلوبة أما بالنسبة لفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعباء والموقوف في قضية فساد مالي فقد أعلن الفيفا في وقت سابق أنه لن يقبل طلبه طالما ظل إقافه سريا أكد أنه من الممكن إعادة النظر في الطلب في حالة تم رفع الإقاف عنها أعتقد أن الرئيس المقبل يجب أن يتفهم حاجات جميع الاتحادات المكونة للفيفا يجب تحسين حال هذه الاتحادات لكن في الوقت ذاته يجب تحسين سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم بصورة كبيرة وهذا يتم بالطبع بتعيين الرؤساء بكفاءة عالية يتفهمون حاجات العقل الذي نعيش فيه ويتعاونون مع الجميع عبر العالمة المستمرات يتصاب الاتحاداتات كبيرة في حالة كبيرة مرضى عالية المكتبات مرضى عالية المكتبات أوعي من نفسك يجب أن تحسين بالطبع